من ضمن حضرتك عم تقول كان لازم يمكن بوقت يجي الرئيس ميشيل عون عم نحكي 2008 رئيس جمهورية اليوم هو رئيس جمهورية يتبقى من العهد مفروض تسعة شهر اللي هي المهلة لنهاية تشرين الأول أكتوبر المقبل بهوض تسعة شهر البعض بيقول شو ممكن يعمل باللي ما قدر يعمله بالخمسة سنين اللي مرأوا يعني مثلا عنا اليوم قضية حاكم مصر في بني رياض سلامي برأيك موضوع حاكم مصر في بني رياض سلامي سينتهي إلى أصدار مذكرة التوقيف بحقه وتنفيذها أو بطريقة ما لحيت لقيله مخرج آمن من الحياة السياسية والمالية في لبنان يعني مخرج آمن ليش بدنا نعمله مخرج آمن هو لاجئ سياسي يعني نحن هذا الرجل هو البعض يقول منوح يعني رأس المنظومة ماليا كان كلها خليني أقولك أنا سميته معك هون وبغير هذا سميته دائما حارس المغارة في مغارة لصوص موجودة بالسلطة نهبت أموال الموضعين من المقيمين والمغتربين لأنه صرخة المغتربين كمان كبير كبير المسؤول عنه مغارة اللصوص هو الأواف على بابها لابد من إزاحته حتى نعرف شو فيه حاول الرئيس عون كمان عشان ننصفه بهذا الجانب حاول في موضوع التدقيق الجنائي إنما العراقيل كل يوم عم تنحط أمام الفريق رغم أنه توقعت عقوده وأبضوا مصاري الشركة اللي كان من المفترض تقوم بهذا التدقيق حتى اليوم هذا التدقيق لم يحصل وبالتالي مين المسؤول عن عدم حصوله؟ هو حاكم مصرف لبنان وهلأ عم تنربط القصة بنهاية موضوع السرية المصرفية وزارة المالية هذه بقرة يعني غير عادية وهذه قصة طويلة عريضة لحالها كمان بس خلينا نبلش من مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان ما فيه يتأمن له خروج آمن حاكم مصرف لبنان لازم يتحاسب ولازم يتحقق معه لازم يتحقق معه هلأ فيه بروسس يعني فيه مسار عم ينحكي عنه أنه بده ينعمل مذكر التوقيف بحقه وبالتالي بتعطي الإمكانية أنه يكمل مهامه لأنه هذا قضاء بالنهاية وهذا مش قضاء ما شفنا حد اعترض على قرارات الرئيس غادعون يعني لا مدعم التمييز ولا غيره وبالتالي رغم أنه ما نفذت الضابطة العدلية وأنا بعتقد الخطأ اللي ارتكب أن يكلف أمن الدولي في هذا الموضوع وأمن الدولي موسوم بأنه يعني يتبع يتبع نعم للرئيس عون أو قريب من التيار اللواء صنبة مين لازم كان يتبع؟ هي تروح عادة على الضابطة العدلية المفترض وبالتالي كان لازم تكلف الضابطة العدلية لما ما بتنفذ حتى الضابطة العدلية لازم تتحاسب أنه تكون تنفذ أرار قضائي بالنهاية وإلا إذا ما في قضاء ما في دولي يعني رح نضلنا على نفس النغلة مذكرة التوقيف عم بتقول حضرتك أنه رح تصدر مذكرة التوقيف بحق أنا أقول أنه ينحكي عن مسهر أنه ينحكي عن مسهر أنه تصدر مذكرة التوقيف وبالتالي هو تعطل مهامه وتشمل هذا أو بعدين يعني ممكن يطلع قرار بأنه حتى النواب وما فيهن يمارسوا مهام بديل ونائبه الأول لأنهن المفترض شركاء له بالتلاعب في الدولار والعملة الوقتية يعني يبدو يصير تعطيل بمعنى وتوقيف عمل كل المجلس المركزي وممكن ساعتها ينراح على تسمية حارس قضائي على المصرف المركزي وبالتالي يدير هذا المصرف بانتظار أن تبتل أمور بما يعني الحاكم ونوابه والفريق العمل هذا أمر بس ما بيتوقف يعني هو الهدف تجميد عمله وعمل المجلس المركزي اللي يدير آخر إذا طلع قرار توقيف لازم يتوقف إذا بده حدا يحميه ما يخليه يتوقف هذا أمر آخر بس هو إذا طلع قرار بده يتوقف يعني بالمبدأ بس من قادر على إدارة هذا الجنون بالأسعار بالسعر ليش نحن هلأ ليش نحن هلأ مش عايشين أنا مش عم بحكي مؤيد أنا حكما ضد حاكم مصرف لبنان وكل هذه المنظومة المالية بوزارة المالية وبحاكمية مصرف لبنان إنما في حدا يجاوبنا على سؤال كيف كان الدولار تلاتة وثلاثين ألف وكيف صار عشرين ألف ونزل للتسعة عشر ألف ورجع طلع لها الواحدة عشرين ألف كيف بتصير هاي الأمور كيف بنلعب بأعصاب الناس بمالها بحياتها برزقها بمعيشتها اليومية وبإمكانية إنها تستمر وتعيش كيف يعني مين سمح له لحاكم مصرف لبنان وللمنظومة اللي حاميته وللحرمية اللي حوالاه من صرفين وجمعية مصارف وغيرها مين سمح لهم يأكلوا أموال الناس ومين سمح لهم ينهبوا الناس هذا اللي عم بتقوله هو حارس المغارة إذا جمد عمل حارس المغارة مين من جوه يريد يشتغل بالبلد اللي بره أسوأ يعني مين أساسا يمسك هذا الموضوع مين قادر يمسك هذا الموضوع في كتير ناس قادرين هذه نظرية إنه راح نظلنا عايشين كل حياتنا لما بتقولي هذا الشخص ما عاد بيمشي يا عمي هذا الزرامي ما عاد عم يشتغل شيء وما أنتج شيء خلال سنوات طويلة وما عمل وما سوى طيب مين البديل يا خي شو مين البديل ما الدنيا بتوقف يعني عند شخص لا بس عند هذه المنظومة ما عم بتقدم لك البديل الأفضل هذا اللي نفعل كل العالم اللي عم تسمع بتقول إذا رحنا لهون وشو بدي يصير بالدولار ما هو كمان ما حدا بيعرف شو بدي يصير بالدولار ما يكون هلأ تهدئة الدولار وتهدئة السوق وضبط سعره بهامش معين بين العشرين واثنين وعشرين مثلا ما تكون لعبي ما قبل الانتخابات ما قبل إقرار البلاوي اللي جاي بالموازنة واللي هن رح يحطوها تحت عنوان إنه ما في حل وقال صندوق النقد الدولي ما بيعطينا مصاري يلا بنحكي عن الموازنة وغيرها ويكونوا عم بمتل ما بقولوا عم بنيمونا على حرير هالفترة لحتالي بعدين بقطعوا الانتخابات بيرجعوا بيقعدوا على الكراسي من جديد بس هناك بعدها بتصير المصايب اللي منتظر الناس بس ما فيهم يعملوا هيك لأنه جلسة المحددة لحاكم مصر فبنان هي بخمسة عشباط كل شيء لا لا فيهم يعملوا يعني عندهم يتحكموا بتجميد كل الأمور إذا بدأت تاخد قرار الرئيس غادعون مفروض قبل جلسة خمسة عشباط مذكرة التوقيف إذا بدأت تصدق طبعا طبعا لا لا ما هو عشان هاك عشان هاك قيل أو سرب في الإعلام أن رئيس الجمهورية أعطاه مهلة أسبوع مش هيك حتى هو يرد على أو يعني يستجيب لطلب استجوابه وتحقيق معه هلأ إذا ما أعمل هالموضوع أنا مش قصة داعم أو مش داعم أرجع أقول أنا ضده وضد هذه المنظومة هلأ إذا كان فيه إمكانية لعملية جراحية من هالنوع مع ضمان أن يكون البديل شخص واثق ويوحي بالثقة للمرجعيات المصرفية الدولية لأن نظامنا المصرفي مفتوح على العالم ويوحي بالثقة بالداخل أنا مع تغييره والإتيان ولو بحارس قضائي ما هيقدر يحمي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنا أعتقد القصة ليس عند نجيب ميقاتي عن مين؟ القصة عند الأمريكان أول شيء لا أعرف إذا ربطنا هذا الموضوع بموضوع ترسيم الحدود والخطوة التي صارت لا أعرف كيف رايح الرئيس هنا في المواجهة بهذا الموضوع عند الرئيس بري هالراحي يتركوه لا ننسى أنه إجاب الهليكوبتر من الجنوب لبعبدالا وقف قرار إقالته أنا ذاك في آخر أيام حكومة الرئيس حسان الدياب ودفع حقه الرئيس حسان الدياب بهاي القصة وبنفس الوقت البطريارك الماروني حضرت بشار الراعي وبالتالي يعني كلهم هاودي وأنا نشوف كمان من بعد فيع الحواشي يعني كمان ممكن يكون متمسك فيه أكتر لنشوف إذا رح يتصدوا إذا رح يواجهوا رح يحاولوا يمنعوا هذه الخطوة إذا كانت رح تمشي أحدتك شو بتقول تمشي؟ أنا بعتقد أنا بعتقد في شي عم يعد بهالاتجاه لوين بيوصل ما بعرف لأنه في مسار قضائي مشي ما رح يوقف إنه عملنا مذكر التوقيف ونمنع عليها رح يصير يعني في إلى نفسنا بيقدر يطلع تعميم أو ذكرت جلد ما بعد يقدر تطلع تعميم ما بعد يقدر يمارس مهماته يعني صار مطلوب للعدادة مش مثل حالة النواب كانوا يحمون بخلح الدورات وأقفال الدورات يعني حتى النواب ما قدروا يحمون هو موظف من المفترض أن يخضع للقانون وهلا بيقدروا يصيروا يتفلسف أكثر لا هذا ما له علاقة النقد والتسليف وكذا كلهم كنتوا ناسيين أنواة اللي كانوا يخرب البلد